أربع أسماء تقترب من تدعيم المنتخب الجزائري في كأس إفريقيا والديال الخضر أمام فريق عربي الشهر القادم الشرطة الفرنسية تعتقل يوسف عطال وتلسي يدخل سباق التعاقد مع أيت نوري أهلا بكم وجمع مباركة إذن أربع أسماء تقترب من تدعيم المنتخب الجزائري في كأس إفريقيا مر الناخب الوطني جامل بلماضي إلى السرعة القصوى قصد توسع قائمته الأساسية المعنية لخوض نيائيات كأس إفريقيا المزمع إجراؤها بكوديفور وأبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا كوديفور 2023 التي تنطلق منتصف جونفي بالزيادة قوائم اللاعبين من 23 إلى 27 لعبا ما يفتح المجال أمام أسماء جديدة في صفف منتخب الجزائر ومما لا شك فيه أن الناخب الوطني جامل بلماضي قد استقر بنسبة كبيرة على تشكيلته الأساسية في كأس أمم إفريقيا وعلى تعداد الثالث والعشرين لعبا المعنية بالسفر إلى كوديفور وبت المهاجم يوسف بليلي الناشط في مرودية الجزائر من أبرز الأسماء المرشحة للعودة إلى الصفوف المنتخب الجزائري في كأس أمم إفريقيا 2023 ويملك ابن وهران إحصائيات محترمة حيث سجل بليلي سبعة أهداف وصنع أربع من سجوالات فقط في الدور الجزائري ليصعد بفريقه إلى الصدارة بخمسة عشر نقطة كما أنه يتصدر لائحة الهدفين ولائحة أفضل الممردين الحاسمين وقد ساهم في إحدى عشر هدفا من جملة سبعة عشر سجلها فريقه عموما وقد يستثمر بليلي في سؤال علاقة التي تربط بالماضي بسعيد بالرحمة والتي طفت على السطح خلال مواجهة مصر الودية فضلا عن تأخر انسجام الوافد الجديد أمين كويري وهي العوامل التي تصب في مصلحته ويتجاب الماضي نحو تعزيز الدفع خاصة بعد إصابة مدافع في أريال إسباني والقائد عصاماندي 33 عاما في مباراة مزنبيق الأخيرة وعدم اتضاح موقفه من المشاركة في كأس أمام إفريقيا والأكثر من ذلك يعاني أحمد توبة من نقص المنافسة مع ناجي ليتشي الإيطالي بسبب نقص المنافسة وهو نفس الأمر لرامي بن سبعيني مع بروسيا دورتموند مؤخرا وسيلجأ بالماضي لمحالة لاستدعاء زين الدين بالعيد مدافع اتحاد العاصمة عطفا على مستويته المميزة مؤخرا ومن المحتمل أن يكون بالعيد أجهز مدافع جزائري حاليا من حيث النسق البدني والفني خاصة وأن بالماضي على دراية بإمكانيته بحكم أنه سابق وأن استدعي لمعسكرات الخضر خلال التربصات الماضية ولن يخفل بالماضي عن تعزيز خط الوسط خاصة في حال عدم جهزية إسماعيل بن نصر للشفاء التام حيث سيتجال بعض الخيارات في خط الوسط على غيرار حماد عبدالي الناشط في فريق أنجي الفرنسي وكشفت مصادر مقربة لمعنصة أو راس أن حارس عارين شباب الوزداد رئيس وهاب بلحي مرشح أكثر من أي وقت مظال المشاركة في نهائيات كالصمم إفريقيا مع الخضر وتبدو الفرصة مواتية للرئيس من أجل العودة إلى المنتخب الجزائري بعد غياب طويل وذلك بعد عودته إلى المنافسة مع شباب الوزداد والتي تزامنت مع رفع تعداد المنتخبات في الكان إلى 27 لعبا وينبغي على المنتخبات المشاركة في كائس أمم إفريقيا إرسال قائمة لعيبها إلى الاتحاد الإفريقي في موعد أقصى 3 جنفي مع ملاحظة أن القرار الجديد ليس إلزاميا وإنما على الخيار ما يعني أن القوائم ستكون بحد أدنى 23 لعبا وحد أقصى 27 لعبا بولماضي يتقدم بطلب غريب إلى رئيس الفوف والدصادي بعد انطلاقته الجيدة في تصفيات كاس العالم 2026 وخروجه بسلام من فخ المزنبيق على أرضية مابوتو بدأ المنتخب الجزائري بقيادة المدرب جمل بولماضي التفكير في مشوار كاس إفريقيا للأمم المقبلة في كوجيفوار ووفق مصادر قريبة من محيط المنتخب الجزائري فإن الناخب الوطني جمل بولماضي يبحث بالتعاون مع الاتحادية الجزائرية لكورت القدم برئاسة والدصادي عن منافس أقوية لخوض مواجهات والدياو والبحث عن الجاهزية العالية لرفق رياض محرز في كاس أمم إفريقيا القديمة التي ستقام شهر جون في الدخل في بلد الفيالاء ووفقا للمصادر ذاتها فإن المسؤول الأول العارضة الفنية للمنتخب الجزائري أبدى رغبته في لعب أو المباراة والدية استعدادا لالكان القادم في الجزائر في نهاية الشهر المقبل وتفيد المصادر أن الكورتش بالماضي عبر عن رغبته في مواجهة المنتخب السعودي الذي قهر الأرجنتين في كاس العالم في قطر 2022 ويرغب مدرب المنتخب الجزائري أن يحتضن ملعب ميلود هتفي في وهران هذه المباراة الودية بين المحاربين والأخضر السعودي وما يعز من هذا الاحتمال هي الزيارة الأخيرة لاتقادة النخب الوطني لتفقد هذا الملعب وفي ظل ورود هذه المعلومات عن المواجهة ضد المنتخب السعودي يبقى باب الاحتمالات مفتوحا بخصوص مواجهة منتخبات إفريقية بحكم طبيعة المنافسة التي سيدخلها الخضر ونوعية الخصوم في كاس أمم إفريقيا والتي تختلف عن منتخبات قارة آسيا بما فيها العربية منها الشرطة الفرنسية تعتقل عطال قامت الشرطة الفرنسية باعتقال لعب الخضر ومدافع نادي نيس يوسف عطال حسب ما كشفت تقارير صحفية فرنسية صدراء اليوم الجمعة وقالت صحفة نيس مطان المقربة من نادي الجنوب الفرنسي بأن عطال محتجز لدى شرطة نيس منذ مساء أمس الخميس كما أبرزت الصحفة ذاتها نقلا عن مصادرها الخاصة بأن الدول الجزائري متوجد بمقر شرطة أوفاري الواقع بمدينة نيس وجاء قرار الاعتقال في إطار الحملة الشنعاء التي يواجهها يوسف عطال منذ إعلانه عن دعمه للشعب الفلسطيني من الهجومات الوحشية التي يتعرض لها من طرف الجيش الصحيوني منذ السابع أكتابر الفارض وكانت إدارة نيس قد قررت بعد ذلك توقيف لعب الخضر وإبعاده عن تدريبات قبل أن تتخذ لجنة الانذباط التابعة للرابطة الفرنسية قرارا بإيقافه لسبعة لقاءات يوم الواحد وثلاثين أكتابر الماضي وقبل ذلك أعلن المدعي العام لمدينة نيس يوم السادس عشر أكتابر الفارض عن فتح تحقيق أولي في قضية عطال بتهمة التحريض على الكراهية العنصرية على أساس الدين ومن جانبه أعلن نجوم المنتخب الوطني عن دعمهم المطلق لزميلهم في الخضر ولعب ندي نيس الفرنسي يوسف عطال ونشر اليوم الجمع قائد الخضر يذمح السورة لعطال عبر خصيد ستوري في حسابه الشخصي على انستجرام وأرفقها بعبارة فورس فريرو قبل أن يطلق محرس رسالة أخرى لزميله في المنتخب معلنا خلالها دعمه له في هذه القضية التي أخذت حسبه أبعاد غير مناسبة كما سرع نجوم الخضر الآخرين في صورة بن سبعين بن جاح وفغول بن عيادة عوار شيبي والحرس مندريا لتقديم دعمهم ليوسف عطال التي يدفع ثمن عنصرية الفرنسيين إلى كل ما له علاقة بالإسلام والعروبة تيلسي يدخل سباق التعاقد مع أيد نوري كشف تقارير إعلامية أن نادي تيلسي الإنجليزي مهتم كثيرا بالمدافع الدول لجزائي راين أيد نوري من أجل التعاقد معه خلال أمريكاتو الصيفي القدم وحسب ذات التقارير فإن نادي وولفرهام بطان الإنجليزي لا يمانع في باعي لعبه الجزائي راين أيد نوري إذا عرض عليه مبلغ محترم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأصبح الظاهر الأيصر للجزائي راين أيد نوري محل اهتمام العديد من الأنجية الإنجليزية بعد المستويات الرائعة التي يقدمها هذا الموسم رفقة فارقه وولفرهام بطان أبرزها تيلسي ليفربول ونيوكاسل يونيتد وفي الأخير وصلنا إلى نهاية الفيديو لهذا اليوم لا تنسوا دعمكم بالقناة جموة تعليق اشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد نلتقي في فيديوهات أخرى والسلام عليكم